السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة بسيطة جدا قناة العلوم والتكنولوجيا اهلا بكم في الدرس السادس والاربعون من دورة صمم تطبيقك بنفسك بدون برمجة بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننزل لكم اكتر من درس ربنا يقوينا ان شاء الله عشان نقدر نستكمل دورة صمم تطبيقك بنفسك بدون برمجة مع موقع قد لار الهندي الموقع الجميل لتقدر تصمم فيه تطبيق بكل بساطة وبكل سهولة طبعا يعني هناخد الجزء الاول من تعليقاتنا يعني احنا هنقدر ان احنا طبعا احنا الفترة السابقة اه الفترة السابقة اه قدرنا ان احنا ناخد اه يعني اه اكتر اه من درس بخصوص الدروس الدورة وقدرنا ان احنا حاليا بنتعرف على جميع الادوات الخاصة جميع الادوات الخاصة بالموقع عشان نقدر ان احنا لما ندخل فيه الجزء السالس من الدورة نقدر ناخد اه 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 جزء كبير او نقدر ناخد ان احنا يعني اه 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 ان احنا نقدر نصمم تطبيق كويس اه الفترة القادمة ان شاء الله طبعا هناخد التعليقات من الدرس الخامسة والاربعون اه واللي بيقول طبعا اه اه استاذ علاء اه سعيد بيقول شكرا من القلب على ادفات الجديدة من الفيديو تسعة وتلاتين اللي انا عام اتابع قائمة الاشعارات عن كل جديد اه يخص قناتكم اه نرجو ان يصل محتويك لأكتر من مية درس لانكم كنز العلم في هزا المجال طبعا ربنا يخليك اه استاذ علاء وبنتمنى ليك متابعة جيدة بنتمنى ليك ان انت اه اه ان شاء الله تقدر تستفاد من المحتوى الخاص بينا اه طبعا يعني اه اه في البداية طبعا هندخل احنا بنحاول ان احنا نؤثر الدروس على قد ما نقدر الدرس السابق طبعا اتكلمنا عن اضافة الصوتيات الخاصة بموقع كلار والخاصية ساوند خاصية ساوند النهاردة هناخد حاجة شبيهة لكده ويمكن مش هنمش هنتكلم عنها كتير لان هي قدام هنقدر نستفاد منها لما نحطها في دروس ايه طبعا احنا بناخد الحاجات الخاصة بيه الادوات ولازم تفهموا ان انت لما تيجي اه نطبق ان شاء الله هيبقى مرجع لنا ان احنا نقدر نرجع للدروس دي عشان نقدر نستفيد بالادوات وتبقى عارف كل اداة بتشتغل ازاي وايه اللي تقدر تستفيده او اللي تقدر تاخده من الادايا اه في البداية طبعا انا حابب ان انتو اه اه تشتركووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو طبعا حابب ان انتو هناخد النهاردة اداة جميلة اسمها او اي اكس او بلاير اي اكس او بلاير تمام اا الاداة دي هتلاقيها في الميديا في الميديا هتلاقيها زي ما انتو شايفين كده ال اي اكس او طيب دي استخدامها بيبقى في ايه انا هقول لكم دي استخدامها اكتر بيبقى عن طريق ان انت لما تعمل زي مسلا مواقع كتيرة في برامج كتيرة بتبقى في برامج كتيرة زي كده بتقدر انغامي مسلا بيعملوا برامج بيستفيدوا من الادوات دي وفي طبعا حاجة اسمها اكستنشنز بتبقى ادافات ان شاء الله هنخصص لها برضو جزء خاص بيها اسمه اكستنشنز الاضافات ودي بتبقى مهمة جدا 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 يعني ده محتاج الجزء الواحد ان احنا نتكلم عنه برضو يعني فاحنا ان شاء الله هندرس كل حاجة في الدورة دي متعلقوش يعني اا 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 اكس او بلاير طبعا احنا احنا عارفين ان دي طبعا اداة مش بتتشاف في الحاجة بتاعتنا في 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 مش بتبقى متشافة يعني زي ما انتم شايفين كده وبتشتغل في الخلفية ركزوا بقى ودي بخلاف الساوند الساوند بتبقى بتشتغل في بيبقى لها أدوات خاصة هنا في الشاك لكن بتشتغل في الخلفية أكتر تمام طيب الخصائص بتاعتها الموجودة في الديزاينر تمام في حاجة اسمها لوب لوب دي يعني التقرار يعني انا لو ضغطت هنا المقطع أول ما هشغله هيقرر نفسه تلقائي تمام طيب الصورس طبعا عارفينه اللي هو الصورس اللي بناخده من الأسيتس اللي هو اللي بناخده هنا وبنقدر نرفعه طيب احنا في الساوند ما كناش يعني في الساوند ده الساوند ده ما كناش بناخد ما كناش بن بتاعة ده ما كناش بن يعني ايه ما كناش بنقدر نضيف لي حاجة من الانترنت يعني رابط من الانترنت يقدر يشغلو تمام طيب احنا هنا هنقدر ان احنا نضيف برضو من الانترنت حاجة كسورس يعني الفوليوم خمسين طبعا لو انت عايز تخلي مية عايز تخليه على حسب ما انت طبعا عايز الافضل نخليه خمسين يعني نخليه خمسين طبعا عشان ايه زي ما هم كاعدادات يعني تمام اه طبعا هناخد الخصائص الموجودة في البلوكس تمام طبعا عندنا عندنا خصائص كتيرة طبعا احنا لو عادنا هنا هناخد وقت كتير جدا عشان نقدر ندرس كل ده لكن احنا عشان نقدر هنقدر ان احنا نستفيد بينه قدام ان شاء الله لما نقدر نعمل تطبيقات هنقول لكم ايه اللي احنا محتاجينه من كل واحد فطبعا زي ما انتو شايفين الخصائص في البلوكس اه هنلاقي الكلك وهنلاقي الكول اللي هي الزرقه وهنلاقي الكلت وهنلاقي الست تمام اه الكلك طبعا هو بيقول لك هين دوت كومبليتد يعني ايه يعني اول ما بتخلص يعني احنا دلوقتي هنشغل اه اه حاجة مسلا اوكي هنشغل حاجة اه اه خلصت تعالي نقول انها خلصت حصلها كومبليت للمقطع يعني تمام ايه بقى المفروض يتعمل يعني انا انا خدت ده اقول مسلا ايه آآ اه ركزوا معاها كده ماشي اول ما تقفل اقفل البتاع او او مسلا كلوس سكرين تمام دي اول حاجة ناخد الادايا التانية او ناخد الكاية التانية. تمام? اه اي اكس او بلاير دوت جوت ميتا ميديا. طبعا بيديك بارامتر اه اه ارتست. تمام? والتايتل والالبوم والالبوم اه ارتست والتراك. تمام? كل ده طبعا ده زي ساوند كلوت بالزبط او زي انغامي او زي الحاجات دي. يعني اه اول ما توصل له الميديا. اه لما الارتست مسization هني سوي كزه. اللي هوا المغني. الطيتلn العنوان اللغنية او عنوان المقطع الصوتي. الالبوم بتاعه ال الابوم ارتست اللي هو البوم المغني. والتراك نفسه بتركية يعني اللي هي بتاعت الصوت نفسه. المقطع نفسه يعني. طيب ه���ين? اه اي اكس او بليير دوت اوم بليير ايرر. لو حصل اي ايرر يعني لو حصل اي ايرر هنا. طبعا ممكن اعمل اه اه سناك بار هنا او حاجة وابدأ اخد بتاعتها يعني مسلا ايه وليكن احنا هنقول ان حصل اه اه حصل تعال نعمل سناك بار مسلا اللي بتظهر تحت تمام اللي بتظهر تحت هنا كده ونقول مسلا وانا بشغل اغنية حصل فيها مشكلة فطبعا انت بتبقى عايز توضح للمستخدم المشكلة بتاعت ايه تمام فهتيجي هنا مسلا هناخد ده وحصلت مشكلة مسلا تمام ان هي مسلا في عدم تشغيلها نجيب ونقول ايه ونجيبها هنا كده وناخد دي الجيت بتاعتها ونحطها كده كده هتظهر للمستخدم هنا الايه بتاع الايه بتاع عدم تشغيل المقطع تمام ده بالنسبة الحاجة دي تمام الايه تاني هناخد حاجة تاني طيب حين ايه اكسو بلاير ضد اثر بلاير ستارت لما يشتغل لما يشتغل اه 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 بلاير ستارت يعني لما يشتغل مقطع تاني نعمل ايه هوقف المقطع الحالي يعني اه فاهميني يعني اه اه هوقف المقطع الحالي هقول مسلا ان احنا المقطع الاول مسلا كزا هنقول ان هو مسلا ايه اه استوب يعني اه يعني قول مسلا اه اكسي او بلاير ضد استوب اللي هو اكسي او بلاير تو مسلا او سري او كده فاهميني كمقطع يعني ماشي ناخد اللي بعده اه اه ازر بلاي سطوب نفس القسم طيب تمام الاستاتيو يعني ايه الاستاتيو يعني اللي اه الحاجات دي بصوا حصل للمقطع بوز حصل مقطع اه استكمال حصل للمقطع ان هو اه 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 ان هو بوز ان هو سطوب ان هو لسه تحت التحميل تمام فاي حاجة وليه كل واحدة وليها ببارة ميتر تمام دي طبعا خاصية الكل ان هي البوز استكمال ستارد سطوب وخاصية الجيت للكول الجيت للكول ودي جديدة بقى شوية دي جيت للكول شوف دي جيت اهي للكول الحاجات اللي بتبقى زي كده بتبقى ايه كول اي اكس او بلاير اس لودينج اس بوز اس بلاينج اس طوب لو تلاحظوا هنا شوف استيتيو تشينجنت مديدة برضو براميتر بنفس القسم طب دي تتعمل ازاي مسلا هقول لكم تتعمل ازاي دي بتبقى زي ايه زي استفهام من التطبيق او استفهام منك للمستخدم يعني مسلا بتقول له ايه بتقول له لو المقطع ده اس بوز مسلا او اس طوب مسلا اف بص اهو تعالي نجيب كده ونقوم ونعملها ماشي وهنجيب مسلا اهي ماشي اول ما تتحمل الشاشة لو لو الاي اكس او بلاير ده اس طوب ده تمام كولوز سكرين مسلا يعني انت بتقول له لو يا برنامج يا تطبيق يا مستخدم لو المقطع الصوتي ده وقف اقفل الشاشة لو وقف اقفل الشاشة او اعمل لي حاجة معينة او اه بلغ المستخدم برسالة بسناك بار ان المقطع الصوتي وقف اهو يعني اهو بصوا تمام مركزين المقطع الصوتي ايه وقف خلاص يعني اهو يجيب مثلا كده اهو اهو المقطع الصوتي الذي يعمل في الخلفية توقف تمام كده انت بتقول المستخدم حاجة انت ايه انت تعملها تمام تمام هناخد ايه تاني ناخد طبعا الحاجات دي احنا اقول لنا كول الجيت او الجيت كول تمام فيه طبعا اللي هي الجيت العادية تمام والست الحاجات بتاعتنا طب انا دلوقتي انا انا اريد اشغل مقطع الصوتي يا اما اشغله بالصورس ان انا ارفع ملف هنا تمام واختاره واختاره كده اختاره من هنا من الحاجات اللي بتظهرلي تمام وده تعلمناه في الساوند تمام وده هيبقى ازاي هيبقى مسلا لو انا حطيت بطن مسلا هنا وقلت مسلا تشغيل مسلا مقطع مقطع صوتي دعاء مسلا ماشي وهنقول البطن هي خلاص وهنقول الكليك هناخد الكليك بتاعتها وناخد ده ونقول ست سورس طيب ست سورس كزا وهناخد طبعا يعني انت لو بتشاهد ده اول مرة يا ريت تشاهد الدرس الخامس والاربعون ده خاص بالساوند ده اللي chose تشاهد الحاجات اللي بنشرح حاليه لو انت مش فاهمها له وهناخد دي ان احنا مش طبيع ان احنا نشرح كل شوية نقرر الحاجات فعشان الوقت معنا يعني. اه وهنحط السورس من هنا من الاسيتس. تمام? معلش? نحط من الحاجات هنا. تمام? اه ان احنا ناخدها كوبي زي ما ما احنا عارفين. تمام? ونرميها ايه? تمام? او ان احنا نشيل طبعا احنا لسه هناخد ناخد دي كده ونعمل لها دي اهم حاجة خلي بالو. هنعمل اهي. تمام? يا اما ان احنا نعمل نحدد هنا ونختار السورس اللي احنا محتاجينه من الهلم الاسيتس ده. ونشيل دي خالص. وتبقى نشيلها خالص يعني. تمام? وكول على طول. تمام? بس الافضل ان انا عشان لو عندي كزا بطن او حاجة او عندي كزا اغنية او عندي كزا دعاء او عندي اي حاجة. ايه? ان انا اجيب للسورس كل واحد. كل واحد الحاجة بتاعه او البطن بتاحته. الحاجة بتاحته اللي انا عايزها. طب انا عايز حاجة بقى نعنيت. بجيب الرابط اللي انا عايزه يهم حاجة كل رابط في نهايتو. على الحسب الجودة بتاعتو بتاع مثلا. اه اللي هو على حسب بتاعه. تمام? اه بجيب الصوت نفسه. تمام بجيب الصوت نفسه وبقدر ان انا اعمل له الحاجة بتاعته اللي هو الرابط بتاعه واعمل له كوبي واعمل له ايه بيست هنا وهيشتغل عطول بس هتأكد الاول ان هنا في السورس نوند اهم حاجة انه يكون في السورس ايه يكون في السورس نوند واعمل له ستارت وكده ببدأ اشغل اي مقطع على النت يكون شغال عادي ما فيش اي مشاكل تمام ده بالنسبة لي ده بالنسبة لي تمام يعني اظن ان احنا اه شرحنا اه كل حاجة لو انا عندي مقطع مسلا معين عايز ان انا اعمل له مسلا لوب تمام باجي هنا مسلا واروح ايه وطبعا ده بيرجع اللوب ده بيرجع اي حاجة هنا بتبقى عليها علامة صحة او غلط بترجع ايه او يعني بترجع او ايه اف وفولس تمام وهتلاقي قابلت بتعلن كده نجيب تيكست لا عمرها ما تقبل خالص مش هتقبل ابدا ان هي ايه او ايه او فولس يعني هو ده زكا اسطناها بصراحة من الموقع يعني جميل جدا يعني اه وبعدين اه طبعا ايه اه لوب طبعا في الاول لازم نجيب الحاجة بتاعتنا اللي هي وبعدينها تمام طبعا دي اخر حاجة دي ما شرحناهاش يعني ايه يعني ابدأ البرنامج من اه الدي اكام او الثانية اكام هو بيتعامل بالثانية تمام يعني الثانية مثلا عشرين الثانية تلاتين الثانية مية وعشرين يعني ابدأ من الديها التانية تمام اه وهنجيب طبعا هو ده بيرجع يعني اه اه ده بيرجع ايه ده بيرجع اه اه يعني شوف بالميلي ساكنز تمام شوت ستارت بلينج ميلي ساكنز تمام فده بيرجع ايه بيرجع اه رقم خلي بالكم طب تعال نشوف كده شوفيه امكان يقبل تعالوا كده مش هيقبل لكن هيقبل رقم تعالوا كده نجيب له الرقم اهو وليكن ما يبدأ من الثانية تلاتين يبقى يبدأ التطبيق يبدأ او يبدأ تشغيل المقطع من الثانية تلاتين افتكر ان كل ده في الاي اكس اوب لاير هتلاقي اه يعني زي ما هو مشروح كده ويمكن الحمد لله احنا من اولى القناة اللي بتشرح الادوات اداء اداء يعني بتاخد الادوات اداء اداء واحنا من القناة على مستوى العالم يعني انت لو بحثت على اي اكس اوب لاير ده مش هتلاقي لها وجود خالص في اي قناة شرحها يعني تمام اه ومعظم شرح الادوات اللي احنا بنشرحه مش هتلاقي لها وجود حتى في المواقع الهندية نفسه مش هتلاقي لها وجود يعني لان بفضل الله سبحانه وتعالى احنا من اول القناة اللي بتشرح الموقع ده وبتشرح الدورة دي بكل محتواتها حيس ان انت تبقى محترف جدا في حاجة زي كده واتمنى لكم التوفيق اتمنى لكم دعم القناة دعم القناة ياريت لو تقدر تدعم القناة ياريت لو انت مش مشترك في القناة الحد الوقت اشترك في القناة لو لسه بتشوفنا اول مرة اشترك في القناة فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وكدعم لينا وباذن الله اه انتظروا مننا دروس اه قادمة باذن الله من دورة صمم تطبيقك بنفسك بدون برمجة وان شاء الله قريبا بازن الله نبدأ في دورات اخرى سواء دورات منتاج او سواء دورات وورد بريس او او دورات اللي بتساهل جدا التعلم ان شاء الله لان شعرنا دايما اتعلمها بطريقة بسيطة جدا السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته